لعل أكثر مبادرات الانتقال الديمقراطي إثارة للجدل مبادرة الإجماع الوطني الذي قدمها أقدم أحزاب المعارضة في البلاد الأففاس أو حزب الداحسين طعاط المعارضة المنضوية تحت لواء تنسقية الانتقال الديمقراطي كان باردا إن لم يكن ساخرا مبادرة الأففاس تفتقر للأرضية هذا ما كانت تردده شخصية التنسقية كلما تعلق الأمر بهذه المبادرة لكن قيادات جبهة القوى الاشتراكية بددت غيوم الشك باليقين وبدأت أمس جولاتها المارطونية لجمع تأييد مختلف القوى السياسية جولات بدأتها بكبرى أحزاب الموالات الأحزاب التي رحبت في وقت سابق بمضمون المبادرة وإن لم يكن واضحا في ذلك الوقت إذا ضمن الأففاس تأييد أحزاب الموالات قد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لأحزاب وشخصية المعارضة المشغلة أساسا في مشروع آخر أعلنت عنه بميلاد هيئة التشاور والمتابعة نحن لا نعلق على اتصال الأحزاب مع الأحزاب فقط نتمنى ونحذر من أن تكون ربما مسعى هو من أجل التشفيش على مبادرة تنسيقية الحرية وانتقال الديمقراطي حزب التاحسين الذي وصف يوما بأنه راديكالي ما الذي جعله أكثر تقاربا مع أحزاب السلطة ظل يعارضها لعقود من الزمن أم أنه بالفعل يمتلك تصورا يقتضي جمع السلطة والمعارضة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان أم أن الأففاس قرر أن يكون سلطويا أكثر من أحزاب السلطة نفسها اشتركوا في القناة